تفسير حلم تقبيل رجل غريب للمتزوجة له العديد من الإشارات في حياة صاحبة الحلم والقبلة في المنام للمرأة من رجل غريب قد تكون من الأحلام المزعجة التي لا تحب المرأة رؤيتها والتفسير الحلم يختلف عند رؤيته في منام المتزوجة عن تفسير رؤيته في منام العزباء أو الحامل المرأة المتزوجة إذا رأت في المنام أن رجلا غريبا يقبلها فقد يعني الحلم أن الزوجة في حاجة لمزيد من الاهتمام والعناية من زوجها وشعورها بقلة الحب والمودة في حياتها أما رؤية المتزوجة في المنام أنها تقبل شخصا تعرفه قد يشير إلى المودة والمحبة التي تجمع بين المرأة وين ذلك الشخص ورؤية تقبيل الأب أو الولد في المنام قد يشير إلى الفرد والتخلص من القرب عن قرب الفتاة العزباء إذا رأت في المنام أن رجلا غريبا يجبر على القبلة في الحلم قد يشير إلى تعرض الفتاة إلى ضغوط حياتها وأنها تقدم على أعمال لا ترغب فيها ولكن الأهل من حولها لهم تأثير عليها رؤية الحامل في المنام أنها تقبل طفلا صغيرا قد يعني الولادة السهلة وقلة المتاعب التي تقابل المرأة فيها أثناء عملية الوضع رؤية المرأة المتلقة يحلم القبلة في المنام قد يعني أن المرأة تشتاق إلى المودة والعاطفة التي تفتقدها في حياتها وأنها ترغب في التواصل مع من يشعر بها ويقدر مشاعرها الرجل في المنام إذا رأى أنه يقبل رجل آخر من فهمه قد يعني أن الحالم ينان العلم والهداية من ذلك الرجل الذي يقبله وقد يعني الحلم وجود مصلحة مشتركة ومنفعة يحصل عليها الرأي ممن يقبله الفتاة إذا رأت في الحلم أن يقبلها على خذها فالحلم قد يشير للعون والمساعدة التي تنالها تلك الفتاة ممن يقبلها نهاية حلقة اليوم إذا عجبتكم ما تنسوا اشتركوا جيموت بارتاج والحلقة مع أصحابكم للقاء في حلقة جديدة إن شاء الله